السلام عليكم و رحمة الله كيف كان اصددقائي و اخباركم? معكم اخوكم نادر الشيخ من ناش تيفي اصددقائي ادي فيديو التحذيري انفروا اصحاب قنوات اليوتيوب الذين عندهم قنوات على اليوتيوب اشترووها من شخص او الناس الذين يتبيع قنوات انا انا انفروا الى اثنين الناس الذين اشتروا القنوات و الناس الذين ابيع القنوات الذين انockوا قنوات انفرانوا شفرات العديق وان يتم في Healing Un for the chat فأنا بتمنى منك أنه ما تبيع قناتك أو أحد هالقنوات السليمة يلي لسه ما إجاها مخالفات أو اللي ما تسكرت بسبب حقوق طبع ونشر هلأ بقلكون ليش؟ لما أنت عم تبيع القناة بعد فترة اللي اشترى منك القناة عم ينضر ليش عم ينضر؟ لأنه رح تتسكر قناته شو سبب تسكير القناة؟ أنه اليوتيوب بالفترة الحالية عم يشدد على هذا الشي أنه القنوات اللي مرتبطة بقناة مغلقة بسبب مخالفات حقوق الطبع والنشر إن كانت حقوق الطبع والنشر وإن كانت سياسة إرشادات المنتدى بتتسكر جميع القنوات المرتبطة على الإيميل نفسه تمام أصدقائي؟ حتى لو ما كانت مخالفة يعني فرضا شخص عنده قناة مثل قناتي محتوى تعليمي ومحتوى حصري وما فيه لا موسيقى ولا فيه مخالفات ولا فيه صور مصغرة مسروعة هذا الشخص إذا اشترى هالقناة من حدا وهذا الحدا القنوات الثانية اللي عنده اللي مرتبطة على نفس الإيميل فرضا كانت محتوى رياضي أو محتوى موسيقي وبعد فترة سكرها ليوتيوب بسبب مخالفات حقوق الطبع والنشر فللأسف القناة اللي ما فيها مخالفات أو القناة السليمة يلي ما بتخالف سياسات إرشادات المنتدى أو حقوق الطبع والنشر رح تتسكر شخصين تواصلوا معي بنفس اليوم يعني صاير معهم نفس المشكلة أنه تسكرت قناتهم بسبب أن القناة كانت مرتبطة بحساب أو كانت مرتبطة بقناة تم أغلاقها بسبب مخالفات حقوق الطبع والنشر شو اللي عم يصير أصدقائي إنه هذا الشخص ما بيعرف ممكن بيعرف ممكن ما بيعرف اللي عم يبيع القناة عم ياخد قناة يعني عم يشتغل مثلا على عدة قنوات على نفس الإيميل وعلى نفس الجهاز عم يبيع إحدى القنوات اللي ما فيها شي وبتكون عنده مسكرة قناة يعني من بين هالقنوات بيكون عنده قناة مسكرة بس هدول القناتين فرضا اللي باعهم لسه ما تسكروا لأنه ما بيتسكروا فورا بتسكروا بعد فترة أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم فمين اللي عم يأكلها الشخص يلي عم يشتري القناة وعم يدفعها هديك الحسبة فأبتمنى منكم أصدقائي لا تشتروا قنوات على اليوتيوب لا تشتروا حسابات AdSense من أشخاص ما بتعرفوهن أو من أشخاص مخالفين من قبل أو مسكرة قنواتهن من قبل وبنصحكم بشكل عام بنصحكم الناس اللي عنده قنوات على اليوتيوب افصل القنوات لا تخلي القناة أو لا تخلي أكتر من قناة على إيميل واحد نصيحة إلا إذا كنت متأكد مليون بالمئة أنه محتوىك ما في عليه مخالفات أو ما ممكن أي شخص يضرك مستقبلا بقناة أو بإحدى هاي القنوات فأبتمنى أكون عجبكم هذا الفيديو أصدقائي ولا تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم وبالدرسة جاي إن شاء الله أصدقائي رح أشرح لكم كيفية شراء أو كيفية بيع قناة على اليوتيوب كيف أنت بتنقل ملكية قناتك من إيميلك لإيميل تاني بدون ما أنك تعطي إيميلك كله فأتمنى أكون أعجبكم الفيديو كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته